نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار والعاملة بمعبد بوتو باتل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ في الكشف عن أول وأكبر مبنى لمرصة فلكي من القرن السادس قبل الميلاد من جانبه ثمن الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار محمد إسماعيل خالد جهود ونجاح البعثة الأثرية المصرية في إزاحة أسطار عن هذا الكشف الأثرية الهام الذي يؤكد براعة ومهارة المصرية القديم في علوم الفلك منذ أقدم العصور وكافية تحديد التقويم الشمسي ومواعيد الشعائر الدينية والرسمية